سلامه للزينين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اليوم ان شاء الله مع بعض هنعمل طبيقه اللوبيا بالسمك طبعا من الكلات الجميلة جدا واللزيزة يلا نمشي عن المكونات وعلى الطريقة هحتاج للوبيا مغسل هنزلوكم رابط اللوبيا نضافة اللوبيا كيف تكون الطريقة طبعا سهلة هحتاج لسمك اي نوع سمك تفضلو انا استخطنت هنا سنابا هحتاج لشطة اختياري هحتاج لطماطم هحتاج لسلصة هحتاج لبهارات مشكلة هحتاج لكزبرة وشمار وهحتاج لفلفل اسمر هحتاج لميلي هحتاج لاتوم مبشور هحتاج لمكعب مرقة طبعا اختياري وبابريكا مع كوركوم وبصل طبعا انا مقطعه مكعبات صغيرة يلا نمشي على الطريقة هحتاجي هنا هحتاج بالسمك وحابدأ اخلط كل البهارات دي مع بعض حابدا اتبالبيها السمك هحتاج ما اخلطها تمام كل البهارات دي مع بعض بعد ما مزيت البهارات مع بعض حاجي هحتاجي تبالبيها السمك وبعد ما تبلبيها السمك حاستناهو يعني فترة كده نصف ساعة او ممكن طوالي احمر لو انا مستعدلة حاجي احمر في زيت ساخن ويكون في الحرارة متوسطة هحمر كل السمك في نفس الحل الان حمت فيها السمك حاجي انا بعد ما خلاصة لحت السمك منها حمرت السمك حاجي اضيف عليها البصل حبدأ اقلب كوان البصل لتشوح كده لما يكون لونه يكون زهبي كده جميل بعد داك حضيف عليه موية وحاستنى الموية لما انتغلى بعد ما الموية خلاص غلت حاجي اضيف عليها اللوبيا المنظف بعد داك حاكفل عليها وحاستنى لغاية ما يستوي هذا طبعا شكله بعد ما استوى حاجي بعد ما استوى حاجي في الخلاط حخلط الشطة معها الطماطم القبالي كنتم محتفظين بها حاجي انزل الطماطم حخلطها بعد ما خلاص خلطت الطماطم حاجي اضيفها علي الطبيق حاضيف عليها الصلصة وما ننسى طبعا نضيف الملح مش نتأكد من طعم الملح اضبط الملح بعد داك حاجي انضيف السمك من كل الشوك بعد ما اضفت السمك من الشوك حاجي اضيفه علي الطبيق اضيفه علي الوش وخلاص يكون جاهز وطبعا ممكن ناكله بالروز وبيتأكل بالرغيف بصراحة جميل يا رب بتمنى تجربوه اضيفه علي الطبيق